بكتور سيد عبد الكريم هنا قادنا إلى نقاط مهمة أيضا تتمثل في عملية المال السياسي واستخدام السلطة في الوصول إلى أهداف وغايات حزبية هو يرى أن هذه هي العقبات الأكبر هذه هي المشاكل الأكبر وأن فكرة التجربة أو العملية والنظام السياسي مرشح للسقوط هو أمر مستبعد نحن في حالة استقرام مع الأخطاء فالمشهد مستقر يعني بلا شكل نقاط اللي أثارها الحاجة أبو رياض نقاط مهمة لكن أختلف معاه بنقطة أنه هي نتاج الاختلالات يعني مو هي الاختلالات الأصلية وأنما نتجت من أخطاء التأسيس لما الانتخابات ما ضبط إيقاحها صار المال مو فقط سبيل للفوز بالانتخابات صار سبيل للزعامة يعني بدون ما أذكر أسماء خلي ما نشيت أمامك مع الزعماء السياسيين أكبر اليوم القادة الكتل راح أشوف أكثرهم قوتهم آتية من القوة المالية نفوذ حتى وأن لم يكن له خبرة سياسية تذكر صار أي واحد عدة كمية من المال تأهل أن يتحول إلى زعيم أول مال ينتج الإعلام وينتج الأشياء الأخرى فلذلك هذه النقاط جدا مهمة وأكلت من التجربة الكثير لكن استبعاد سقوطها يعني هذا مواقعي لأنه أنت عندك تجارب في المنطقة أكثر رسوخا من العراق يعني تجربة تركية والديمقراطية التركية أكثر رسوخا من العراق لكن هذه التجربة دكتور ما أحدثتها مرت بمشاكل كثير القاعدة داعش مواجهات الخضراء لا إلا شروطها لا الإنقلاب بالعراق يعني لا يتم لن يتم ولن ينجح إلا إذا كان برعاية أمريكية أو إذا غضت النظر عن أمريكا مثل ما حصل في مصر غضت النظر وخلت الإنقلاب يأخذ مجرى ما تحدثت عن الشرعية وخلنا نطوق الإنقلابين مثل ما صرفت في أماكن أخرى فإحنا من الواقعي أن لا نستبعد المخاطر المخاطر واردة إذا الفشل إذا التلكو إذا سوء الخدمات يعني أنت تضع كل الفرضيات وتراها ممكنة بما فيها الإنقلاب لا تسقط أي فرضية من الفرضيات هذا مو صحيح يعني هذه سنة الحياة وسنة الأمور هكذا تسير الأمور يعني من كم سنة ابن خلدون تحدث عن أجيال الدولة وقال كل دولة إلها عمار معينة يعني يقدرها بأربعين سنة فإحنا أمام مخاطر الفشل يفتح آفا كل الحلول بما فيها الحلول غير القانونية تمام فلذلك أنا أقول لا بد من المراجعة لكي لا نصل إلى هذه الحالة بالنتيجة يعني أنت الآن مخلين بفك الولايات المتحدة هسا الأمريكان مجرد أن يجففون علينا موارد الدولار أنا أقول لك ستسقط كل العملية سياسة شارع رح يسقطها لأنه ما رح نقدر نتفعلهم رواتب فنزويلا أخرى يعني بسهولة مثل تجربة فنزويلا وغيرها فأنت يعني ما اشتغلت على تحرير العراق لا تحرير اقتصادي يعني ستتحرر النقد مثل ما حرر عبي كريم قاسم محرر الدينار من سيطرة الجنية البريطاني فأنت تحرر الدينار العراقي من سيطرة الدولار حتى تتحدث عن الاستقلال يعني هاي التبعية اللي هي لا تليق بالدولة العراقية الدولة العراقية عمرها ما كانت تابعة عبر سبعة آلاف سنة هي محور الدولة الوحيدة اللي حكمت العالم ستة برات تبعية اقتصادية فقط لا سياسية واقتصادية وغيرها لواشنطن طبعا واشنطن المسيطر رقم واحد هذا اكو اكو مرات اكو بعض يتحدث لا يقول ايران هي المسيطرة لا انا دائما اكثر مرة قلت لك ايران المؤثر الاكبر لكن ليست الحاسمة اللي تستطيع الحسم هي الولايات المتحدة اللي انعتها ادوات تستطيع ان تهز الوضع في العراق والغريب ان القادة السياسيين ماذا يشتغلون على زحزحة او سحب البساط من الولايات المتحدة يعني باقي الراكنين الى الدولار بيد الولايات المتحدة متى ما تنزعج الولايات المتحدة من الاداء العراقي تسحب الدولار وتخليك في حالة من الارباك وبالتالي ما تقدر تصمد امام الجمهور ما تقدر تصمد لمدة اسبوع واحد فظاهرة التغيرات مع التجربة الديمقراطية يعني حدثت في بصر وحدثت في تركيا وبالتالي لا نستطيع ان نسقطها وحتى حركة الانقلاب الجزئية حدثت في الكويت في الاونة الاخيرة الكويت الامير لما شاف هاي الحركة الديمقراطية مؤذية بالدولة الكويت راح تجبيتها نفس الشيء قيس سعيد جمد هاي الامور ومشى البلد بطريقة اخرى فالعراق الان بحاجة ماسة الى من يقود الى بر الامن هذه الطريقة ينتبني القلق الحقيقة من اشوف الاوضاع متفاقمة بالمنطقة وبهذه الخطورة ونحن جزء منها يعني ليحتاج الى من يقود الى بر الامان انت تتحدث عن شخص ام عن مضوعة يعني انت انت الفت نظرك هاي العملية الارهابية اللي قامت بها اسرائيل ضد حزب الله كوادر حزب الله تفجير البيجر نعم مو؟ تمام كشفت لك كشفت لك الفجوة العلمية والتقنية الواسعة بين اسرائيل والعرب كيف احنا هنا حتى التعليم خربنا شو رح نواجه اسرائيل شو رح نواجه خصومنا شو رح نتواجه البلد والتما عندك لا تعليم حقيقي ولا جامعة حقيقية ولا شو رح تسوي تمام دكتور انا هذه النقاط خليني ارجع لك سال عبد الكريم قبل ان اناقش فكرة معايار النجاح والفشل وراح ناقشها مع حضرتكم مع الدكتور نديم